الآن أود أن أذكركم بأننا سنبدأ بطولة الأمم الإفريقية العظيمة يا إلهي أمر رائع لدي لحظات رائعة في مشاهدة البطولة والمشاركة فيها أيضا شيء خيالي أن تشاهد منتخبات عظيمة في إفريقيا وعلى أعلى مستوى يمكن مقارنته بمنتخبات في أوروبا وأمريكا الجنوبية وبأسلوب لعب عالمي من حيث الجودة والقوة العديد من المنتخبات مثل مصر وغانا والمغرب والجزائر والسنغال وساحل العاج نيجيريا والعديد من المنتخبات الأخرى فجودة البطولة ستكون مذهلة سأتابع البطولة من البرازيل من خلال التلفاز وسأستمتع بالمباريات لأن كرة القدم في إفريقيا من الأفضل في العالم مبروك وحظ الموفق مقدما وأتوقعها منافسة قوية أود أيضا أن أستغل هذه الفرصة لأبارك لمحمد صلاح لاعب موهوب واحد من أفضل اللاعبين في العالم لاعب من مصر ويلعب في ليفربول ولا ننسى أيضا أنه كان يوجد لعبين رائعين من مصر كانوا يلعبون في أوروبا خلال السنوات الماضية وأتوقع أن يلتحق المزيد من اللاعبين الشباب بمحمد صلاح في المستقبل أتذكر تيريزيجي والنيني والعديد من اللاعبين العظماء أتوقع أن يكون هناك المزيد من محمد صلاح في المستقبل مبروك لكرة القدم المصرية أنتم من الأفضل على مستوى العالم شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة ألف مبروك شكرا جزيلا مع السلامة كلام محترم من مدرب كبير وعظيم صلاح بالمناسبة النهاردة بعد ما سجل الهدف الأول لليفربول في نيوكاسل كان لي احتفال خاص جدا احتفال يشبه احتفال شهير ليه كريستيانو ورنالدو لما راح أو قعد على اللفتات الإعلانية وبدأ يعني يقعد قعد كده اللي هو أنا جاي منها أعطونا الصورة يا جماعة وأنا بوصفها أهي أهي احتفال جديد بالنسبة لصلاح يعني أول ما أنا تشوف صلاح بيحتفل بالطريقة دي بس احتفال حلو احتفال حلو وفيه ثقة عظيمة جدا هداف الدورة الإنجليزي بيسجل هدف بعد ما أضع ضربة جزاء إيه الروعة دي عقلية مش طبيعية أنا بحب محمد صلاح يا جماعة أنا عايف أني كلكم أنا كلكم بتحب محمد صلاح بس أنا بحب محمد صلاح جدا جدا اللي زي حالاتي فرج على إيه بقى فارقة كتير اللي بتتقلق في دوريات أوروبية وإنجليزية وأسبانية وفرنسية وإيطالية كتير كان نفسي لقى مصر يبقى من نفس التقلق ده هو تفوق على يوم كلهم تفوق على كل الأفارقة في التاريخ في الدوريات العالمية وبقى واحد من أهم الجمع العالم على مرة التاريخ كمان مش بس أفارقة سطورة يعني بكل المقاييس تعالى وريك جدول الدورة الإنجليزية اللي مولع أوي السنة دي أوي طبعا طبعا لفربول بعد الفوز النهاردة انفرض تماما بيه الصدارة يلا بينا اعرضوا يا شباب يلا اهو ليفربول فيه الصدارة بـ 45.20 مباراة يلي أسلون فيلا بـ 42.20 مباراة أيضا منشاستر سيدي في المركز السالس بـ 40 نقطة لو فاز المباراة القادمة هيبقى 43.40 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول أرسنال اللي خسر آخر مباراة 2 نقطة راجعت النتائج بشكل غريب جدا أرسنال في المركز الرابع بـ 40.20 مباراة توتنهام في المركز الخامس من 20 مباراة 39 نقطة وهكذا وستهام في المركز السادس بـ 33 نقطة منشاستر يونايتد بـ 31 نقطة في المركز السابع برايتون في المركز الثامن بـ 30 نقطة ونيوكاسل يونايتد في المركز التاسع بـ 29 نقطة وفي المركز العاشر تشلسي بـ 28 نقطة دول أول عشر فرق في الدوري الإنجليزي الممتز ترجمة نانسي قنقر